ننتقل مباشرة إلى مفد الإخبارية السورية في دارية ربيع ديبي ليطلعنا على آخر التطورات هناك ربيع مساء الخير مساء الخير إياد ربيع خلال جولتكم اليوم في دارية هل انتهت فرق الهندسة من تفكيك العبوات الناسفة وما هي طبيعة المقرات والتحصينات التي كان يتخذها الإرهابيون هناك نعم إياد بداية نحن منذ الصباح الباكر رفقنا وحدات الهندسة في عمليات تمشيط وعمليات إزالة المفخخات والعبوات الناسفة وخاصة في منطقة الشريدي حيث كانت جميع الأبنية في هذه المنطقة تعتبر المقر الأساسي لحركة أجناد الشام الإرهابية إضافة إلى منطقة المربع الأمني كما يسمى في منطقة جنوب دارية أيضا تمتد بحدود بواحد كيلومتر هذين المنطقتين هما مفخختان بالكامل تقريبا بحدود السبعين بالمئة من هذه الأبنية باتت آمنة تم نزع العبوات الناسفة لكن كما رصدنا بعدسة الأخبارية السورية تقدمنا إلى المقر الأساسي لحركة أجناد الشام الإرهابية هناك دقة عالية وتنسيق عالي في موضوع المفخخات والعبوات الناسفة هي مربوطة بشبكة واحدة عبر كاميرات وأيضا عبر شاشات إلى المقر الأساسي لها حيث كانت المجموعات الإرهابية تعول على أن كل أي تقدم للجيش العربي السوري إلى أي بناء تستطيع عن طريق المفخخات المزروعة والمربوطة بشبكة لاسلكية عن طريق الأنفاق إلى تفجيرها أو تلغيمها لكن طبعا الذي حدث تماما هو أن الجيش عندما حاصر المجموعات الإرهابية ضمن هذا النطاق الضيق طلبت بتسليم المدينة على الفور ومن ثم أعلنت المدينة خالية من الإرهابيين لكن الملاحظ في موضوع العبوات الناسفة تحديدا الدقة العالية كما قلت لك إياد والتمويه العالي يعني دخلنا إلى المقر الاحتياطي الأول للمجموعات الإرهابية يعني هناك تمويه بموضوع الأسلاك هناك يعني في محاولة منهم ليعاقة عمل تقدم وحدات الهندسة العبوات مزروعة بشكل مموه تماما كل بناء في القبو الذي فيه يكون المقر الرئيسي للمجموعات الإرهابية بين كل بناء وبناء هناك نفق وخندق هذه الأنفاق طبعا دخلناها لأول مرة رغم أنها أيضا مفخخة تمكننا يعني بالدخول خلف وحدات الهندسة والتفكيك كان أول بأول نلاحظ كنا يعني كثرة عدد العبوات الناسفة والتفكيك والتلغيم حتى في معظم الأبنية هناك مدمرة نتيجة التلغيم الموجود في هذه الأبنية ربيع يعني كما تصف حجم الألغام والطرق التي مركبة فيها هل سيكون هناك وقت أطول يعني هل ستأخذ هذه المسألة وقت طويل حتى يتم تفكيك هذه العبوات متى ستنتهي فرق الهندسة حسب تقديرك نعم من خلال حديثنا مع فرق الهندسة هناك عدة فرق طبعا تجول في دارية في عدد من المناطق طبعا يعني يقدر إزالة الألغام من كل بناء بحدود الساعة إلى ساعة ونصف حسب عدد الألغام وحسب المفخخات ونوع تلك المفخخات هناك المفخخات السلكية وهناك مفخخات لاسلكية وأيضا هناك ألغام يعني هناك ألغام تتحسس بالحركة مباشرة تنفجر هذه يتعامل مع وحدات الهندسة التي تتحسس بالحركة ليس عن طريق التفكيك إنما عن طريق التدمير والتفجير كونها لا تستطيع وحدات الهندسة التعامل معها بتفكيكها بشكل عام نستطيع القول أن 70% من هذه الأبنية خلال اليومين الماضيين تمكنت وحدات الهندسة من تفكيكها يعني هناك مئات الألغام وجرات الغاز قد فككت ونزعت عنها الصواعق نستطيع القول أن خلال يوم أو يومين قد تعلن مدينة دارية آمنة تماما وخالية من الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة وبعدها أيضا بالتزامن مع ذلك دخلت وحدات الهندسة أيضا إلى داخل الشوارع والأحياء وكاسحات الألغام عمدت إلى تفجير الألغام المرتبطة في الشوارع والتي مزروعة تحت الإسفلت هذه تعاملت معها عن طريق كاسحات الألغام وتم تفجيرها إضافة لإزالة السواتر المرتفعة بعض السواتر حول المربع الأمني ترتفع بحدود الخمسة عشر متر ومن فوقها أيضا وضعت حافلات في محاولة لإعاقة عمل الوحدات الهندسة أياد نعم طيب ربيع ماذا عن جثمين الشهداء؟ هل أخرجت من دارية؟ كيف سيتم تسليم هذه الجثمين ربيع؟ نعم قبل قليل وصلتنا معلومة من أحد مصادرنا الميدانية هنا أنه بادرت اليوم فرق مختصة من الجيش العربي السوري برفقة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الوصول إلى منطقة المقابر هي تتوزع طبعا في عدة أماكن جثمين شهداء الجيش العربي السوري ستبادر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى استلامها وتسليمها للجهات المختصة بعد ساعات ممكن أن تخرج أولى دفعات جثمين شهداء الجيش العربي السوري لكن الموضوع وحسب مصادر المعلومات هنا تفيد بأن اليوم يمكن أن تخرج أول دفعة بعد الظهر من جثمين شهداء الجيش العربي السوري لكن أما المختطفين الذين كانوا بعهدات المجموعات الأرهابية المسلحة تم تحديدهم 15 مخطوفا حرروا أول أمس نعم أشكرك كل الشكر ربيع ديب موفدة الإخبارية السورية في دارية شكرا لك على كل هذه المعلومات شاهدين ينضم إلينا في هذه التغطية